يطالبون بحقوقهم ليتمكنوا من إعطاء الآخرين حقوقهم موظف وزارة حقوق الإنسان طالبوا بإعطائهم حقوقهم وهو ما أثار استياء وانزعاج وزيرة حقوق الإنسان التي وجهت مرافقيها بإطلاق النار على موظفيها حسب قول المحتجين نطالب اليوم ونناشد رئيس الجمهورية القهات الأمنية وزيرة الداخلية اللجنة الأمنية في الدولة لحماية الموظفين مما حصل اليوم من إطلاق نار على الموظفين مما حصل من تعدي وتهجم الوزيرة على الموظفين حصل أنها تهجمت واعتدت علي أنا شخصيا رئيس نقابة الموظفين في الوزارة الموظفون طالبوا الجهات المعنية بالقيام بواجبها تجاه ما يتعرضون له من انتهاكات وضياع لحقوقهم ومحاسبة المفسدين منتقدين ما تلفظت به الوزيرة مشهور بحق موظفها نحن توقعنا أن وزيرة جت من الساحة أنها سوف تكون مناصرة للحقوق لكن الذي حدث أنها أصبحت منتهكة للحقوق تمارس الانتهاكات داخل الوزارة في حق الموظفين هل تتوقع من هذه المرأة أنها تتحمل الحقوق خارج الوزارة نحن الآن معنا قضية في المحكمة منذ سنة وأكثر في المحكمة الإدارية وإلى الآن لم تنصف حقوقنا وهناك قضية في محكمة الميابة الأموال العامة بقضايا اختلاص وإلى الآن لم تخصف بعد الهتاف خرجت الوزيرة وانضقت بكلمة يا كلاب سوف ترحلون أنتو ويبقى فؤاد الغفاري وعبد الرحمن دائل وعادتها ثان مر يا كلاب وتهجمت على رئيس النقابة للوزارة تلك الألفاظ التي وجهتها وزيرة حقوق الإنسان لموظفها قد سبقها بيان رئاسة الوزراء بحق محافظة القاضي أحمد عبد الله الحجري وما حمله من ألفاظ لم يسبق أن تلفظ بها رئيس وزراء في أي بلد بحق مسؤول حكومي علنا أمام صدق المثل الشعبي القائل باب النجار مخلوق في ظل بحث ومطالبة موظفي وزارة حقوق الإنسان عن حقوقهم من وزيرة ادعت حمايتها لحقوق الآخرين يحل هادئ اليمن اليوم صنع